اشتركوا في القناة في المباراة الثانية تمكن فريق سترا من تحقيق فوزه الأول في الدوري بعد ذلك بعد تفوق على الأهل بهدفين دون مقابل سترا تقدم بهدف قبل ربع ساعة على نهاية اللقاء عبر اللاعب على العصفور قبل أن يضيف باقر العصفور الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدل ضاع ليحقق بذلك سترا أول ثلاث نقاط له في الدوري بينما تجمد رصيد الأهل عند ثلاث نقاط فقط هذا وتتجه الأنظار مساء اليوم إلى الساد البحرين الوطني والذي سيعتضن مواجهتين من العيار الثقيل في الجولة الثانية لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم إذ يلتقي عند الساعة السادسة مساءنا الحد مع الرفاع وتليها مباشرة مباراة المحرق ونظير الرفاع الشرقي هذا ويلعب الملكية مع المنامة عند الساعة السادسة مساءنا على الساد مدينة خليفة الرياضية ترجمة نانسي قنقر